السلام عليكم أنا محمد غنايم المقطع اليوم بسيط خفيف سأعلق على بعض الميمز الطبية من هذا الاقتراح من أحدكم حفظه الله ما معنى الميمز باللغة العربية لم أعرف صراحة فسألت العيساوي قال هو تعليق مضحك بالعادة يكون على الصور شكرا عيساوي وأحتاج ذلك صراحة لأن اليوم كان مرهق جدا وأتمنى أن يكون ختامه مسكان لنبدأ على بركة الله اهدأ يا محمد هذه مجرد عملية بسيطة دكتور اسمي ليس محمد أعرف أنا محمد رات عليه المسكين إذا لا قدر الله أن يتعرض لموقف مثل هذا على أرض الواقع حقيقة إياك أن تكمل العملية المريض أساسا يكون تحت توتر وضغط كبير جدا فأساسا يجب أن تهيئه نفسيا قبل العملية لأن توتره الزائد يؤثر على مؤشراته الحيوية وبالتالي على نجاح العملية شوف النيكستاب وحمين عفوا دكتور في تحميل فوق ذانك يا حبيبي لا عاد وانحطت القلم لا تعليق عندما تقوم بعمل CPR لزرافة أمر مهم أحبتي في الله دائما في CPR ابدأ من القلب في أغلب الأفلام نلاحظ أن الشخص بمجرد أن يغمى عليه يبدأ له في إجراءات التنفس الاصطناعي وهذا خطأ لكي تساعده يجب أن تحرك الدم من خلال مساجر القلب لأن الدم بالفعل يحتوي على الأكسجين والقاعدة بسيطة هي 30-2 30 مساجر القلب ثم إثنان تنفس يعني هو أن يركز ليس كل شخص يعني أغمي عليه يحتاج CPR يعني وضعت لك فيه الوصف رابط يوضح لك هذا الإجراء المهم للحفاظ على قيد الحياة طالب أن يساعدها وانتهى الأمر مغمى عليه يعني يبدو أنها كانت تلد وهذا لم يحدث كثيرا وهذه حالة طبية تسمى بالغماء الإنعكاسي يحدث يعني مثلا عندما ترى الدم أو تتعرض ضغط عاطفي كبير جدا أن هذا الشخص ربما أصبح أب ببساطة يعني ينخفض نبضات قلبه وضغطه بشكل مفاجئ فينخفض ضفق الدم إلى الدماغ فيغم عليه بشكل مفاجئ طبعا هذه النوبة يعني غير خطيرة ولا تحتاج علاج يعني باستثناء السقوط يعني هذا الشخص مثلا سخط بجانب حفة حادة فلو لا قدر الله صدم بها يكون أمر أو أثر السقوط خطير جدا يعني عليه لذلك لا تحمل نفسه فوق طاقتها يا صديقي ولا تدخل غرفة عمليات وانت تخاف من الدم بكل بساطة يعني الذي لا يعرف ما المضحك من البروتكولات الطبية أن يضع الطبيب اسمه والقسم الذي يعمل به وصوراته مصغرة هنا تكون هوية الطبيب ملصقة دائما هنا الهدف منها أن يتعرف المريض على الطبيب الذي يعالجه ولكن بسبب الكورونا والارتداء المستمر لأقنعة الوجه وكمامات 95 أصبح التعرف على الأطباء أصعب فبعض الأطباء ابتكروا طريقة أن يضع صورة كبيرة على قميصة حتى يتعرف زملائه عليه وتعرف المرضى عليه هذا الطبيب هنا حبي يعني يضع التتش بتاعه ووضع صورة براد بيت فهذا الأمر متعقصة راحة يقول أنه يحب الناس وهم تحت التخدير العام أنا صراعا لا أجد الأمر جميل أن يكون الشخص في حالة هلوسة أنك تسمع قصص غريبة عجيبة واعترافات خطيرة وأبدا لا تثق بأصدقائك بعد أن تخرج من العملية وإلا تتجد فضائح موثقة بالفيديو غرفة العمليات تضع مكياج أنا أذكر مرة حالة جاتي للمشفى كانت تريد أن تلد وكانت في لغة الفتيات يعني وجهها فل مكياج يعني تضع كل شيء على وجهها وفي لغة الشباب جوكر فحتى أن هذه السيدة مع الأسف كانت محط للتنمر من الممرضات وقتها المشكلة أنه بعد انتهاء العملية وكانت ولادة طبيعية ساحة كل مكياج على وجهها فأصبحت مخيفة جدا لذلك إياك أن تضعي المكياج على وجهك أثناء الذهاب إلى المشفى لأننا كأطباء وكممرضين آخر همنا أن نرى المريض جميل ما يهمنا هو أن نراه معافا عندما أضع الكلافز لوحدي أمام الطباء الآخر صدقا هذا الأمر حدث من المؤكد مع كل طبيب ولو لمرة واحدة في حياتي المشكلة أن هناك أنواع كثيرة من الكلافز مثلا الجراحية منها يجب أن تلبس دون أن يتم تلويثها تلبس وفق ترتيب معين وفي حال أخطأت في هذا الترتيب يجب أن تستخدم واحدة جديدة طبعا إن شاء الله الأمر مع التحوز وصبح أسهل مش عارف زي يا دكتور بقول لك الشريط في عشر حبات دور لونها أبيضة وكتب عليها بالإنجليزي يعني أعتقد هو يحاول أن يفهم نوع الدواء يعني الآن هو مش فاهم أنا هذا الصورة بالضبط شو بتعني ولكن أعتقد أنه يقصد أن الطبيب يتوجب عليها أن يعرف الدواء من شكله طبعا الأدوية المعروفة يسهل تخمينها من قبل أي طبيب بناء على شكله ولكن يوجد أدوية كثيرة جدا يصعب معرفة ما هي الدواء من شكله طبعا هذا السؤال يعني يسأل بشكل مستمر لنا كأطباء وباعتقاد المرضى إذا لم تعرف الجواب يعتقدون أنك طبيب غير ماهر ولا علاقة لهذا الأمر بالموضوع ونفس الأمر مثلا أن يأتي مريض إليك ويسألك مثلا ثمرة الكيوي ما فوعدها الطبية قد تعرف ولكن هذا الأمر يهم أخصائيين التغذية مثلا وليس أخصائي الجراحة صحيح الطبيب أحتاج منك أن تأخذ كل يوم حبة طيلة أيام حياتك من هذا الدواء هو يوجد ثلاث حبات فقط يا دكتور الطبيب بالضبط لا لا يوجد صراحة أكثر من هكذا طبييا لا يوجد أمر بهذه الدقة يعني أن تموت بعد ثلاث أيام مثلا ولكن الأمر يبقى غير مضحك بالنسبة لي لازم تبطل سجاير أنت هتموت كده وفي نفس الوقت يعني الطبيب بدخن فقد الشيء لا يعطيه ولكن صدقا حتى لو كنت دخن انصح الغير بعدم التدخين وحاول أن تبتعد عنه بالمناسبة الأطباء يعتبرون من أكثر الناس تدخينا وفي دراسات كثيرة هذا الأمر يعود إلى توترهم الزائد نفس الأمر مثلا عندما ينصح الأب المدخن ابنه بعدم التدخين ينصحه من باب حب الخير لا صحيح ونفس الأمر بالنسبة للطبيب أو لأي شخص آخر برأي شخصي فانصحوا من حولكم بالابتعاد على العداد السيئة حتى لو كنتم تقوموا بها مثال كشف ما عندك ألو يعني مع الأسف هذه صورة معبرة وهي مع الأسف واقع في مجتمعاتنا العربية الطب هي مهنة إنسانية وليست عمل تجاري إذا فقد الطبيب هذا المعنى على المريض السلام كما أقول ويعني نسمع بقصص كثيرة جدا في هذه الصورة المعبرة وهنا نتذكر طبيب الغلابة رحمه الله الذي انعكس عطاؤه بعد وماته اللهم اجعلنا سببا في شفاء الناس الدراسة عن بعد البعد عن الدراسة ليس صحيحا أيها الأحبة يعني كما يقول الشاعر بالعلم نبني بيوتا لا عمادة لها وبالجاه لنهدم بيوتا العز والكرم الله سبحانه وتعالى يقول قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون أأنت أصدق أم الله أبدا لا تستمع لمثل تلك الكلمات وإن أضحكتك فلبقى مجتهدا لأن من يعني ينشر هذا الأمر أو من يدعي أن الشهادة والعلم مضجع للوقت ولم يستطع أن يصل لها فيريد من الجميع أن يبقوا مثله الناس الأغبياء دائما يقولون لا هل أنت منهم نعم لا أتحداك تجاول يعني أنت لو قلت نعم تكون غبي وإذا قلت لا فتكون غبي لأن الأغبياء تقول لا يعني الأفضل أن أعكس السؤال على سائل هذه الصورة أنت أجبني أولا إذا تذكرون من حلقة فنون الرد قبل ثلاث سنوات أعتقد من الطرق الإجابة على مثل هذه الأسئلة أن تعكس السؤال على سائلها قهوتي هنعمل إيه السنة دي هنركز ونذاكر قبل الفاينل هم تو دارك حط عليها ملك حليب طيب يلا نام ونصح بادرين بيرفك الأشخاص اللي بدرس ساعات طويلة بهذه الصورة بتضحكهم لأنه عندما تضيف الحليب إلى القهوة تصبح مونعسة لأن الحليب يحتوي على الحمض الأميني تريبتوفان هذا الحمض الأميني يفعل السيروتنين والمتالي الهدوء والطمأنينة وهذا السيروتنين تحول إلى ميلتونين وبالتالي تشعر بالنعاس فإذا كنت تريد أن تدرس إياك أن تشرب الحليب ومشتقاتها أو تأكل الموز أو البابونج يعني لا تأكل تشربه أن هذا الأمر يقوم بنفس المبدأ أنا شخصيا مثلا أشرب القهوة مرة ولي مقولة دائما أرددها من يشرب القهوة مرة تحلو له الحياة يعني أنه يبقى نشط فينجز فينجح فتحلو الحياة لا يعني فلسفة أعتقد يكلمه مثل الآن إذا أحببتم بين الحين والآخر يمكن أن نقوم بعمل حلقة مشابهة نوضح من خلالها بعض الأمور الطبية والأخطاء الشائعة أيضا إذا لديكم صور مشابهة للتي أحرضناها أرسلوها لي على مواقع التواصل الاجتماعي أسعد بالتعليق عليها لاحقا في النهاية شاركنا برائك في مكان التعليقات وأتعجبكم المقطع لا تنسى الإعجاب به وتمتم في أمر الله